اشتركوا في القناة وامي ببيت وكان والدي يشتغل خارج البلد موانتنا كان يشتغل بأحد دول الخليج وكان يدزلنا فلوس كل شهر ندفع ايجار البيت والباقي مصرف عنا طبعا كانت حياتنا صعبة بديت الفترة جدا المهم وتقريبا بعد سنة ما اذكرش قد بالمضبوط لكن والدي اجي وقال لازم نشتري بيت صارت عندنا فلوس كاملة وعدنا كان السيارة قديمة باعها وسوينا كل الخلوس وقال لازم نشتري بيت طبعا كانت اني مات المدرسة جدا بعيدة عن البيت اللي مقجرين وقاعدين بيه طبعا والدي اختار بيتي من المدرسة ماتتي مول يعني مولا انا ادوم بهاي المدرسة وانما هاي المكان اللي مبنيه بين المدرسة صاير على اطراف المدينة واضافة الى هاي يعني بيوت ما بي غير بيوت قليلة وقطع عراضة يعني تقدرون تقولون هاي يعني منطقة جديدة ولازم تكون بيها شوي البيوت ارخص لان الخدمات ما واصلة بيها كامل ظلينا ندور على بيت تقريبا ثلاثة يام بس مع الاسف ما لقينا كانت بس اراضي موجودة للبيع اغلب الناس ما عرض بيوتها للبيع المهم وظلنا نفتر يمكن باليوم الرابع او الخامس ما اتذكر تحديدا لقينا بيوت جدا شبير قريب على المدرسة موالتي وبهاي المنطقة ومكتوب عليه الدار للبيع مكتوب عليه الدار للبيع وحطي الرقم لي جوا وشفنا يعني اللافتة اللي حاطين عليها وكاتبين قديمة جدا والبيت اصلا قديم وقف والدي وطلع تليفونه وبدأ يكتب الرقم ويريد يتصل عليه ويشوف هذا البيت والدي من عدته وقلت له هذا البيت جدا شبير واكيد هسه غالي ووالدي راد عليها وقال لها قال لها لا البيت قديم وجاي يشوفينها يراد له هواي ترميم وتصليح هاي منبر رايش لعد من الداخل شو رح يكون شكله قالت لا لا انا قصدي على القطعة وما للأرض يمكن هسه هذا البيت اقشي مساحته 350 وحن المية وخمسين اللي قينا القطع جدا غالي فوالدي قال لها خلينا نجرب ونتصل عليه ونشوف وهاي كانت العصر واحنا واقفين قدام البيت واتصل والدي على صاحب الرقم ورن التليفون وجاوب الشخص وبعد ما والدي سلم عليه قال لها لقيت هذا الرقم مكتوب الدار للبيع واتحاطين هذا الرقم انت صاحب هذا البيت الرجال قال لها مو صاحب البيت انا صاحب المكتب الفلاني فوالدي قال لها انت متواجد بالمكتب هسه شو رأت يعني مثل ما قلت لكم دنيا العصر فقال لها انا موجود بالمكتب والدي قال لها ما اندلة راح اخذ تاكسي واجيك فهو قال لها لا اذا انت من البيت خليك انا راح اجيكم بسيارة الخاصة واخذكم طبعا والدي تفاجه من عنده يعني ليش راح يجي هو ياخذنا المهم ظلينا ننتظر صدقه شوية واجدتي سيارة ووقفت قدام البيت ونزل من عده رجال وسلم على والدي مشينا ويام ورحنا رحنا للمكتب مالتي ودخلنا للمكتب وقعدنا آني ووالدتي ووالدي وبدأنا نتكلم على البيت بدأنا نتكلم على البيت وهو كلام وبدأ هو يقول ان هذا البيت كانوا يأجرونا دائما المؤجرين والمؤجرين اللي يخربوا وصاحب هذا البيت ما موجود يعني خارج البلد وهو مسوي وقاله الشخص ثاني اللي هو المحامي وكذا يعني بالبيعة ماتتي فالمهم والدي سأل على سعر البيت وقال له هذا البيت بيش يريدوه اتفاجعنا جدا بالسعر السعر ماتتي كان سعر قطعة 150 ووالدتي صح التوقع مالها البيت مساحة 300 متر اتفاجأ والدي وقال له شلون القطعة بهي السعر يعني والبيت بهي السعر قال له خلص صاحبه ويريد يبيعه لان كلهم مسافرين خارج البلد واصلا ما محتاجينه وخلص هو عارضة بهذا السعر فوالدي ظلي لحالة ويسأل ويقول له ليه شيء سعره وشنو كده مع العلم هو هذا البيت صاير يعني منفرد وما يم مجيران صاحب المكتب قال الوالدي قال له انت بعدك ما شفت البيت من الداخل وجوز ما راح يعجبك وجوز هذا السعر زايد عليه فشو وقت تحبون تروحون نشوفه والدي قال له هسه نرجع عليه ونشوفه الرجال قال له هسه ما أنصحك راح تشوفون شيء بينما نوصل البيت راح يعني ليل وما بيضوه هو وما بي أي طاقة في سبيل تشعلون الأضوية وشوفون البيت من الداخل طبعا اقتنعنا بكلامه وصدق وطلعنا من عنده وقلنا له على باشر ان شاء الله نجو نشوف البيت والصدق راحنا تقريبا الساعة 9 الصبح نشوف البيت وقفنا قدام البيت وننتظر بصاحب المكتب يجي هو المفتاح ما للبيت تقريبا لحد الساعة 9 ونوص يلا اجي ولما اجي مباشرة نفتح الباب ودخلنا دخلنا للبيت كان البيت جدا وصخ غراب ما بي بي يعني عدة شغلات لازم تصلح وأمور لازم تصلح يعني وقتي مباشرة لازم قبل ما نقعد بي تصلح فظل والدي يباوع عليه بس مع العلم احنا فكرنا انه هو راح ناخذ قطعة أرض مو بيت المهم ظلينا نفتر بالبيت اللي خلاني أنا أستغرب الكتاب اللي موجودة على الحايط كتاب على الحايط وعا البيبان وبكل مكان موجود بالبيت كانت أكو كتابة يعني آيات قرآنية مكتوبة على الجدران وأحد الغرف اللي موجودة جوه اللي كانت صغيرة كانت مرسومة عليها رسومات مع الأطفال والرسومات هاي المرسومة كانت جدا غريبة يعني الرسمة هاي مستحيل يرسمها طفل شكلها غريب جدا ومرحب رسمين يعني أشخاص بملامع غريبة أو تقدرون تقولون يعني مثل الوحوش مع العلم هي رسمة للأطفال وإحنا جاينا نفتر بالبيت ونشوف والدي اقتنع بي ووالدتي وقال أو البيت رات لتصليح عن صالحة قبل لا نقعد بي وبعدها سدينا البيت وطلعنا طلعنا كنا ورحنا للمكتب نتفاهم الشور رح ينتقل البيت باسمنا وصدق هذا الرجال صاحب المكتب قال بس تدفعون فلوس البيت مباشرة للمحامي الوكيل هو رح يجي ويتنازل لكم بالبيت وهو رح يمشي لوراق لأنه هو مسؤول عليه وصدق كل الأمر تقريبا ما طول خمس تيام وصار البيت باسمنا وأول ما صار البيت باسمنا والدي قال رح أجيب عمال ينطفوه وبعدين والدي قال أنا ما ظل عندي غير 15 يوم وبس بهاي الـ 15 يوم أقدر أظل لازم أجهز البيت كامل ونوقع الغراض منه وتقعدون به لأن بعدها أنا رح أسافر وأرجع الشغلي وصدق رحوا وجابوا عمال يعني والدي رح جابهم وبدوا ينطفون بالبيت ويصلحون بالبيت وأنا أغلب الأحيان أقضيها يوم العمال اللي موجودين لأن والدي كان يروح ويقول لذولا ما يشتغلون أبضمير إذا ما يضل واحد واقف فوقهم وراحوا وبدوا يصبغون بالبيت وصبغوا البيت وجهزوا وما بقى البيت محتاج أي حاجة يعني بعد بس ننقل الغراض به وصدق تغير شكله 180 درجة صار بيت ثاني وجديد وبقت بس الغراض ما البيت ننقلهن للبيت الجديد لكن والدي قال أكو غراض أنا ما أحتاجها وراح أعذبها وراح أجيب غراض مكانها جديدة قام يجيب الغراض مباشرة يخليهن بذاك البيت ومرت الأيام وعدت وما ظل غير على السفرة ما لتبويه غير ثلاثة أيام ولازم يسافر وبهذا ثلاثة أيام نقلنا الغراض مالتنا للبيت الجديد نقلنا الغراض للبيت الجديد وقعدنا وبدينا نصفط بهن وأنا طبعا هم جاي صلحون بالبيت ويصبغون أنا اختاريت غرفة الغرفة اللي اختاريتها كانت بالطابق والفوق وهاي الغرفة أنا اختاريتها لين شبيرة جدا وبداخلها موجود حمام وكنت أنا أحب هيك نوع من الغرف اختاريتها وأخذتها مع العلم ما موجود أحد غير بس أنا ووالدتي بس والدتي قالت لا مني جديدتي وشافت أنه واني مأخذ الغرفة الفوق وما اختارها قالت لي لا انت تظل بالطابق العرضي يمي أنا أبوك يسافر واني وحدي أخاف قلت لها لا لازم أنا أقعد بالغرفة الفوق أنا أريد الغرفة الفوق وبعد نظل لنا شوية نتجادل وبعدها والدتي قالها انت صغيرة وتخافين هو قوياش بالبيت عود إذا أخفت بصيح عليه نزل لك شنا فرحانين بالبيت وبدينا نصفط بالغراض ونرجع هذا هنا يعني اقتراحات هنا نخلي هيت لون بردات كذا المهم كمننا البيت كامل وبعد ما كمننا البيت كامل خلص يجي الوقت ونرتاح ارتاح هنا وجبنا أكل من برا وأكلنا ووراها صارت دنيا الليل والدتي سويت لنا أكل وهذه أول وجبة ناكلها بالبيت الجديد بالليل أكلنا وكملنا وشنا تعبانين ومنحكين بسبب العمل فكل واحد راح لغرفته يعني والدتي ووالدي راحوا للغرفة مالتهم بطابق الأرضي وأنا صعدت للغرفة ماتي شونت قاعدوا جدا فرحان وما أريد أنام لكن تعبان وغفيت ومش الأمر طبيعي بس بهاي الليلة لما قاعدت يعني الصبح ذكرت أنه أنا شنت أسمع صوت مزعج موجود بالبيت أو كأنه عندنا جيران وجاي يسببوننا إزعاج لكن أنا متأكد أنه ما عدنا جيران أبدا وما عدت للموضوع همية وقدت أنا احتمال يعني تعبان ونعسان حيل ومجرد هاي الأصوات شفتها بأحلامي وبعدها طلعت للمدرسة اللي قريبة علي ومشت الأيام ووالدي سافر وصفينة بس أنا والدي بالبيت طبعا أنا شنت متعود يعني بالليلي من أنام حتى لمنت شنت بذاك بيتنا القديم خلي السماعات بإذاني وأشغل أغاني وما أقدر أنام إلا على أغاني طبعا هذا الشيء جدا غلط وما يصير السوي يقول هناك لما صارت هاي الغرفة ماتي فوق شنت أخلي السماعات بذاني وعلى الصوت وأضل أباوة ومطف الضوال ونوبات أباوة على التليفون يعني وعادي يعني هاي إن شاء الله أنا متعلم عليها وأسويها لكن هي غلط وطبعا الأغاني اللي جاي أسمع أن أنا منزلهن على الهاتف يعني مو أغاني جديدة نادرا ما أسوي وأسمع أغاني من الجدد فأنا هاي الأغاني حافظهم كلهم وشنت أردد وياهم عادي فأنا جاي أسمع بالأغنية سمعت صوت ثاني اندمجوية الأغنية والصوت كان واضح بس ما أفهم أشي يقول وقفت الأغاني وانتبهت ما موجود أي حد وأنا عبالي والدتي كانت تحكي وياي لأنها عاي في الباب مفتوحة قمت وباوعت بالممر أصلا والدتي وما موجودة رجعت بمكاني ومددت وشغلت الأغاني مرة ثانية شغلت الأغاني مرة ثانية وسمعت صوت هم مرة ثانية يندمجوية الأغنية بس ما أفهم إحنا أنا دخل الشيك داخل قلبي وقلت خلص يمكن أكو أحد وياي بالغرفة ويمكن البيت مسكون بالجن هذا التحليل يعني شخص من عندي وجاء يقول بداخلي بعدين ابتسمت وقلت لا ماكو أي شي وخرت السماعة من التليفون وشغلت الأغنية وعليت الصوت أريد أسمع الصوت الموجود ويا الأغنية لكن الأغنية خلصت والصوت ما موجود رجعت ركبت السماعات وقلت هاي مجرد حلاوس وهاي مجرد أشياء موجودة براسي وأنا خايف صدق ليش ما نمت جوه وبقيت بالطابق الجوه موالدتي بعدين قلت لا أنا شبير وخلص هاي غرفتي واختاريتها وحلوة ومرتبة صعدت على السرير ماتي مرة ثانية حطيت السماعات بذاني وشغلت أغاني وغير أغنية تماماً وعدت الأغنية وشنت منتبه على الأغنية كل كلمة نقال في سبيل أسمع إذا أحد حجة وقريب ما تريد تخلص الأغنية سمعت صوتي يقول لي يقول لي هاي الأغنية ما عجبتني هذيك أحلى من عدها بهواي طبعاً نزعت السماعات من نداني وأني مذعور لأن كان الصوت عالي شمرت التليفون من نيدي ونزلت أركض نزلت أركض وظليت واقف والدتي كانت نايمة وخايف يعني أصحيها وأقول لها الشي اللي صار وياي ظلت جو وبعدها شوي ارتاحات احتمال هذا الصوت براس مستحيل أكو شي بالبيت ورجعت أمشي بحذر شديد لي فوق واخدت التليفون ماتي مباشرة نزلت ونزلت قريت خلي أبقى جو وبقيت جو قعدت بالصالة ونفس الشي حطيت التليفون بيدي والسماعات بذاني وبديت طوب على الفيس وأقلب وساعة تطلع لي غاني ساعة تطلع لي مقاطع مضحكة وعادي لكن الغريب بالأمر طول الوقت وأني أحس يعني أكو شخص موجود بالبيت وياي وبعدها سمعت أمتنا ديني والصحيني وتقول لديني الصبح ويلا قوم روح المدرستك وليش نايم هنا قعدت قبت لها يعني قبل ما أطلع سؤلفت على اللي صار قلت لها ترى اللي صار هيش ويايا وهيش قامت تضحك وقلت لي ماكو أي شي وكلهم اللي يبسنك يخافون من هاي الأشياء والحمد لله هاي صار وياك على مدجوز من صوت الأغاني وأنا دائما من جنت تبداك البيت وهناك تنام مباشرة الآن أجي أطف التليفون ما تكو أخر السماعات من ذانك بعدها قلت لها خلص حتى أغاني بعد ما أسمع ورحت للمدرسة وداومت ومشى الأمر طبيعي ورجعت الظخور وتغديت طلعت شوية برة وبعدها رجعت للبيت وتعشينه وصعدت فوق بغرفتي شغلت الضوة وحطيت كتبي وبديت أراجع بالأشياء اللي أخذناها وأحلب الواجبات اللي نطوني يهن بالمدرسة وبعد ما كملت الواجبات ماتي قعدت على السرير وخايف أشغل أغاني بعدها قلت خل أقوم أفتر بالغرفة وأشوف شون اللي موجود به احتمال أكو شخص ويايا موجود ضلت أفتر بالغرفة وأدور بعدها قمت أضحك وأقول يعني شون مثلاً إذا أكو شخص موجود شون يعني هو إنسان له جن وهنا أنا بدأ الشيك يدخل بقلبي كل يعني حتايا والثانية شنت أقول جن موجود بالبيت يمكن أكو جن يمكن البرحة اللي حتا جن بس شنت ما حتا الوالدتي غير بس من قلت لها وقلت لي لا أحايا ماكو شي طفيت الضوة وقررت نام ونمت وغطيت راسي وشوية شوية بديت أخفه وفيت وصحيت على صوت دق ما الباب شنت أسمع الباب تندق وأنا عبالي والدتي موجودة فما وخرت الغطى من راسي وقلت لها أدخلي عبالي ديني الصبح ووالدتي جاية تريد تقاعدني ووالدتي نهائيا منتج الغرفتي ما تطرق علي الباب أبدا لكن استمر ردك وهنا ركزت وعرفت أن الباب مو مال الغرفة اللي جاي تندق كانت تندق علي الباب مال الحمام لأن كان صوتها مميز لأن الباب ألمينيوم وخرت الغطة من فوقايا مباشرة لكن الصوت انقطع ظلأت أباوع على الباب ظلأت أباوع على الباب مال الحمام لكن ما كانت تندق بعدها قلت احتمال أنا جاي أحلم وهنا سمعت صوت الآذان البعيد ومباشرة رجعت وكملت نومتي وما قعتت غير الصبح ولما قعتت الصبح مباشرة طلعت للدوام لما طلعت للدوام جنت فرحان ما عرف ليش لكن لما رجعت أول ما دخلت البيت مان وعتبت يعني على العتبة مال الباب حسيت روحي مقبوضة ومو أرد أدخل للبيت طبعا لما دخلت حتى واردتي قالت لي تريد أكل قلت لا ما أشتي فقلت لش عجب لازم تتغدى وارش أنت انتظرك وما أتغديت قلت لي لا أماريد فقلت لي شبي قلت لي ما أعرف شبي مس أطلح من البيت نفسي تترتاح لكن لما أدخل ما أعرف شنو اللي يصير بي وغلت جوابتني وقلت لي أنا هم نفس الإحساس مجرد ما أطلع من البيت يعني على الحديقة اللي موجودة برة أرتاح أكثر مما أظل قاعدة بالبيت وهي طبيعي يعني موحل بيت ويقوم يحس بكتمة فالمهم ظلت تقنع بي وقالت خلص راح أصب أكل وتعال ناكل سوى صبت أكل وأكل أنا وياها سوى ووراها قالت لي أنا راح أدخل أنام شوي يعني تأخذ قيلولة وما للظهر وأنا شنت مشغل التلفزيون بالصالة وقاعد بعدها عطشت وقلت راح أروح للمطبخ أشرب مي وأنا جاية تمشى ورائح للمطبخ شفت شخص أو مرأ وما قدرت أركز عليه تماما وأقف ورا الشباك وكانت الدنيا الظهر يعني الدنيا حتى مو تقولون مثلا الليل في سبيل أخاف كان أكو شخص داخل البيت مان وأول ما شافني ركض باتجاه الحديقة ورا فتحت الباب وطلعت أركض وافتريت البيت كله ما لقيت أي أحد وليت أفتر بالبيت لكن ما موجود أي أحد البيت مان كان دائر ما دائرة أكو يعني فراغ تقدر تفتر بي وافتريت دائر ما دائرة بس ما لقيت أي أحد وما قدرت حتى أميزة وراها دخلت للبيت وقعدت والدتي وحجيت لها قلت لي هاي الأشياء أنت جاي شوفها ببالك وما موجودة لأن لو موجودة أصلا هي دنيا النهار وضوها طالع يعني على أقل كان قدرت تحدد الشخص مو تقول لي ما أدر به هو مرأ هلو رجال قالت المرأ والرجال شكلهم يختلف لبسهم يختلف يعني مثلا أنت شايف لك مرأ لابس يعني لبس مع الرجال أو شايف لك رجال لابس هدوم نسائية فصدق أنا اقتنعت هنا بس قلت لها أنا شفت وبديت أقسم لها وأحلف وقلها شان واقف هنا شان لابس هدوم سود وبعدها ركض واختف وما قدرت أميز شكل عدل هو مرأ لورجال رجعت وبتسمت بوجه وقلت لي ما كوي شي لتخاف وبعدها خلص مش اليوم وعدة وجه الليل وخلص أكلنا أنا وياها وهي راح تنام تقريبا على الساعة تسعة وأنا صعدت الغرفتي وبذاك الوقت شان ما جايني نوم حطيت السماعات بالتلفون وقررت أشغل شي وأظل أباوع علي شغلت فيلم وظليت أباوع على هذا الفيلم شنت حاط التلفون يعني شنت منط ظهري نايم صفح منط ظهري على باب الحمام اللي موجود ورايا بالغرفة شنت حاط التلفون على الطاولة ونايم وأباوع على الفيلم اللي مشغله وانا من دمي ويالأحداث مال الفيلم اللي مشغله سمعت صوت اندمج ويأ أصوات الفيلم والصوت كان عبارة عن طرق مال باب وهذا الصوت مو غريب علي عرفته الصوت مال الباب نفسه اللي هي باب الحمام الألمينيوم مباشرة وقفت الفيلم ولما وقفت الفيلم انتبهت كان الصوت ماكو نزعت السماعات من نداني وتركت الفيلم وتركت كل شي لكن ما غادرت الغرفة ظليت قاعد بها واني قاعد بالغرفة سمعت الباب ندقت مرة ثانية وكانت دقات خفيفة لكن واضحة بعد هي قررت أقوم أشوف مينو موجود بالحمام ورحت وقفت قدام الباب مال الحمام وبيديت أنادي وأقول مينو موجود هنا لكن الصوت وقف قربت على الباب وهستني بديت إيدي أريد أفتحها سمعت الصوت علي وإحنا أنا عبالي والدتي مباشرة رحت أركض على الباب فتحت الباب لكن ما كو أحد وبدأ الصوت على باب الحمام مو طبيعي كأنه شخص يريد يكسر الباب ويطلع مباشرة ركضت ونزلت جوه وأنا أصيح على والدتي قعدت مفسوعة قلت لشبيك حجيت لها اللي صار بيه وقلت لها تقول اللي جاء تتخيلوا هذا الشي موجود براسك أنا قاعد وما نايم شنت أباوة على الفيلم وهذا اللي صار وياي دخلت يوم والدتي بالغرفة وجاي نحكي أنا وياها وهو يتقول لي أنت شبير وما يصير تخاف وماكو أي شي موجود بالبيت وأنا شنت أحلف وأقسم لها أقول لها لا موجود والبيت مسكون بالجن وأنا هسه يلا عرفت لي كانت آيات قرآنية مكتوبة على الحائط وعلى البوب أكيد المؤجرين الموجودين قبلنا كانوا خايفين وكتبوا هاي الأشياء على الحائط وهسه إحنا جينا أخذنا هذا البيت المسكون وهذا البيت حتى السعر رخيص بديت أنطى كل هاي التحليلات من عندي وأنا شنت حتى مو شبير بالعمر لكن الآيات اللي شفتهم بالبداية كان يعني مو آيات عفوية عالباب مال الحمام من الخارج كان المكتوبات آيات قرآنية بعدها والدتي قلت لي خليك من سالفة الجن وما جن أصلا الجن ما موجودين ذول يعيشون بغير عالم وبغير مكان ما موجودين ويانا نهايين هي قالت هيتي شنت أسمع صوت بالطابق الفوق أشخاص جاي يمشون تنفتح البوب وتنسد وشنت أقول لها وتقول لي لا ماكو شي وما جاي أسمع بس وجهها كان لونها تغير يعني تقدرون تقولون عرفتها أنه هي خايفة وجاي تسمع هاي الأشياء لكن هي تقول ما أسمع حين في سبيل نتخاف جانت الباب ما للغرفة مزدودة علينا وانو يوها جاي نسولف انفتحت الباب ما للغرفة علينا وأول ما انفتحت الباب ما للغرفة علينا شفنا شخص بابا علينا مباشرة ورد اختفى وقالت هنا صرخة صرخة عالية من الصرخة مالتها أنا تروعت وخفت وقمنا نصيح ثميناتنا مع العلم ما موجود أحد بالبيت أكيد هذولة جن طبعا مباشرة قمنا وفتحنا كل الأضوية اللي موجودة بالبيت ووالدتي شغلت قرآن بالتلفزيون وعلت وظلنا قاعدين آنوا بصالة والأضوية كلها مشتعلة لكن خفنا نصعد بالطابق الفوق ونشعل بالأضوية وكان يعني العتمة مال الفوق نص الدرج طول الوقت كانوا أشخاص يجون يبعون علينا من الظلام هذا وردون يصعدون وكاننا نسمع صوت الركض مالتهم وحركتهم فوق المرعبة وإحنا قاعدين أنا ومو خايفين والقرآن مستمر ومشتغل لكن نسمع صوت فوق والصوت عبارة عن شخص جاي يحرك بالأثاث اللي موجود فوق يعني يسحب لطاولة يسحب لكرسي وكانت الأصوات واضحة جدا ومخيفة بعدها والدتي قالت أنا ما أطلع من البيت نهايين وراح أظل مشغلة بي قرآن وظلت هي مشغلة قرآن لأن شنتان أقول لها لازم نعوف البيت ونطلع وهي تقول لي ما أطلع من عنده أبدا قامت توقع علينا غراب من فوق وتجي تنزل على الدرج أشياء خفيفة يعني مثلا أشياء جدا خفيفة كانت توقع علينا من فوق والدت تباوع وتتعوذ الشيطان وأنا وياها قاعدين وخايفين والدت لح عليها وقلها قومي خلي نطلع قومي خلي نطلع والدتي ما تقبل تطلع نهايين مرة وحدة التلفزيون طفا وحدة ولما طفا وحدها سمعنا صوت معرف يعني الصوت ما قدر أمثل كمي شلون وأول ما طفا التلفزيون هذا باوع قاني لقيت الكابل مال الكهرباء اللي موجود مملوس من مكانه وعلى الأرض يعني كأنه كان أحد وقف فراء واخر من عنده الكابل مال الكهرباء بدنا نسمع صوت صياح بالبيت لكن الصياح والعياط هذه مو بشري نهائيين يعني هم قريب على صوت البشر كأنه موجود عزة بالبيت والبوب مال البيت تنفتح وتنسد وتنضرب والمطبخ بصوت جدا عالي والحمام شكوا غرض بي سمعنا يتكسر وجاء يسقط على الأرض شون الوقت متأخر من الليل مباشرة سحبت والدتي من نيل وقلت لها خل نقوم نطلع والدتي بذاك الوقت طاعتني مباشرة وطلعنا وعفنا البيت وظلنا بالشارع واقفين قدامي كانت الإنارة مال البيت يعني الغرف تشتعل وتطفي وبعدها طفها البيت تماما وما بقى أي ضوة مشتعل بي وظلنا بالشارع وقلت لها سشون وين راح نروح وقمنا نمشي نمشي بالشارع وشانت أكو بيوت بس بعيدة علينا وقلنا ندق الباب على أحد البيوت بل كي يساعدنا لأن حتى غراضنا بقى تجوا تلفوناتنا موجودة جوا وكل شي معدنا طلعنا بذاك الوقت حتى ملابسين تكرمون نعل حفاي ورحنا صدق ودقين الباب على أحد البيوت لكن التأخر ما طلع عنا وشان الوقت جدا متأخر وبعدها طلع صاحب البيت تفاجئ مباشرة قال تفضل وعرف أنه إحنا بين شي قلنا على إحنا جيرانكم كذا وبدينا نشرح لإحنا وين نازلين قال هذا البيت اللي نزلتوا بي أنتوا ما أقول لكم أنا مسكون بالجن بس المؤجرين اللي كانوا يقعدون بي ما يطولون أكثر من 15 يوم وبالزايد يعني بالزايد ما يطولون 20 يوم ويتركوا واحد المؤجرين اللي هو الأخير قال البيت ما ينقعد به نحايين البيت مسكون بالجن وأنا تركته وطلعت فأنت المفروض السؤالون عليها بالمنطقة أو إحنا صدق ما سعنا على البيت نهائيا ظلينا قاعدين يم طبعا وقاموا بواجبنا ووالدتي كانت قاعدة يم يعني زوجته ومش اليوم هذا وعدة وثاني يوم الصبح غراض ويان صدق أخذنا دوم واخذنا التلفونات وطلعنا وخابرنا والدي وقلنا على قصة البيت ورحنا قاعدنا يم بيت عمتي وهاي تقريبا السنة الخامسة عليه وهو معروض للبيع ومحد ياخذه وإحنا شرطنا على المكتب شرط أن البيت مسكون بالجن تقول لأي شخص وينباع بنفس السعر اللي احنا اشترينا وصدق ظل لنا قاعدين ايجار وراحت فلوسنا بهذا البيت وحتى نخاف علي نروح نهدم او نبني غيره واصلا بالمنطقة هاي كل العالم تعرف بي البيت مسكون بالجن اذا عجبتكم القصة دعموني بلايك اشتركوا لي بالقناة فعلوا لزر الجرس وانتظروني غدا بقصة جديدة انشاء الله